أهلاً أحبائنا مشاهدينا سواء ظهرات يسوع المسيح في أورشاليم وحول أورشاليم مثلاً في منطقة عمواس أو صعوده إلى السماء أمام التلميذ فالظهرات برهنت على مصداقية المسيح برهنت على مصداقية القيامة برهنت على مصداقية دعوته للتلميذ وهنا على بحيرة طبارية رأينا ظهور المسيح للتلميذ كأنه يريد أن يعبر ويقول أنه غفران الله غفران كامل محبة الله محبة غير محدودة هدف الله واضح يعني كل الوضوح فالمسيح عندما يبتدأ عمل صالح لابد أن يكمل فالتلميذ أخذوا القوة أخذوا الاعتبار اتأكدوا من قيامة يسوع المسيح وعندما راجعوا إلى أورشاليم من جبل الزيتون رأوا صعود يسوع المسيح وراجعوا إلى العلية كما أوصى يسوع أن لا تبرح أورشاليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي ولما امتلأوا من الروح القدس خرجوا وجالوا مبشرين في كل أنحاء الأرض الشيء اللي بيذهلني أحبائي واللي بيعجبني في شخصية يسوع محبته غير المحدودة تخيل معي لو بطرس موجود في أيامنا هكذا لكانت الدنيا كلها بتفضحه وبتشرح فيه ولكن نشكر الله أن يسوع جاء ليشفي القلوب المنكسرة جاء ليعصب القلب الجريح رد اعتبار بطرس الله لا ييأس الله لا يفشل منا وأحيانا إذا إحنا فشلنا الفشل هو ليست نهاية كل شيء الله أحيانا بيستخدم الفشل حتى نتصلق سلم المجد وشيء آخر عاوز أقول يمكن بعض الأشخاص بمروا في ظروف صعبة عاوزين ينهو كل شيء حتى البعض بفكر أنه يبتعد عن الإيمان وحتى بعض الخدام يمكن بفكروا أنه يتركوا الخدمة عاوز أقول شيء مهم إن خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان ومين مننا كامل أحبائي كلنا نحتاج إلى نعمة الرب ولكن نشكر الله من أجل عمل الروح القدس اللي بيقودنا إلى يسوع المسيح والمسيح بيعصب جراحنا وبيكسر يعني بيشفي كسرنا وبيجبرها أحبائي فخطة الله ما انتهت حتى لو فشلنا لأن الله عنده مخطط رائع لحياتك أريد أن أقول لك إنه في رجاء بيسوع المسيح فالظهرات شددت إيمان التلميذ واليوم إحنا يمكن منشفش يسوع بالعيان لكن بالروح القدس نستطيع أن نختبر حضوره في حياتنا وبقوة وسلطان كلمة الله نستطيع أن نتشبه بالمسيح ونقترب منه وهذه الكلمة التي تنغرس في قلوبنا نستطيع أن نؤثر على الناس فيروا المسيح فينا كأن المسيح بيظهر فينا عندما نتشبه بالمسيح ظهرات المسيح أكدت على قيامة يسوع المسيح وهذا اندل على الشيء أن المسيحية مبنى على أساس متين مبنى على قيامة يسوع المسيح خليني أقول الآية في النهاية لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلص أعطي حياتك ليسوع المسيح والرب يبرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر